اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لتولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم في تطوير وتحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية وزيادة القدرة الانتاجية وضمان تعزيز الشبكة بالمقاومات التي ترفع من كفاءتها وأدائها على المدى الطويل عبر الاعتماد على أنظمة تكنولوجية متطورة لإدارتها والتحكم بها كما أشار المجلس في سياق متصل إلى اتفاقية قرض التمويل لمشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية التي تأتي ضمن الحرس على مواصلة دعم مقاومات البنية التحتية وتنفيذ البرامج والخطط التنموية التي تسهم في تهيئة البيئة الملائمة لنمو القطاعات الحيوية الواعدة لما تشكله من ركيزة أساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ثم تابع المجلس ما تم على صعيد تنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتسخير كافة الإمكانات لتسهيل أداء حجاج مملكة البحرين لمناسكهم بكل يسر وسلامة ومواصلة الجهود لخدمة الحجاج وتوفير الخدمات اللازمة لهم في هذا الصدد اطلع المجلس على مذكرة سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن الاستعدادات لموسم الحج حيث وقف المجلس على ما هيئته الجهات المعنية من النواحي الإدارية والطبية من أجل توفير أفضل الخدمات لضمان التيسير على حجاج مملكة البحرين لأداء مناسكهم مشيدا بالجهود التي تبدلها المملكة العربية السعودية الشقيقة لرعاية حجاج بيت الله الحرام أعرب المجلس عن تهنيئته لكافة الطلبة والطالبات المتفوقين والناجحين في مختلف المراحل الدراسية خلال العام الدراسي 2023-2024 والشكر لأولياء أمورهم والهيئات التعليمية والإدارية بوزارة التربية والتعليم على جهودهم المبذولة طوال العام الدراسي منوها بحرس وزارة التربية والتعليم الدائم على مواكبة أفضل الممارسات التعليمية التي ينعكس أثرها على تطور سير العملية التعليمية ومخرجات التعليم وذلك في ضوء اطلاع المجلس على التقرير المرفوع من سعادة وزير التربية والتعليم بشأن ختام العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 بعد ذلك وفق المجلس على المذكرات التالية أولا مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن مشروع النظام الحساب المصرفي الموحد للمنشآت التجارية ثانيا مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراحين بقانون وثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب ثالثا مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مشروع قرار بشأن اعتبار بعض المناطق في وادي البحير مناطق محمية طبيعية رابعا مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للدفاع المدني والجمعية الوطنية الأمريكية للحماية من الحريقة خامسا مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص اتفاق التعاون بشأن المسار السريع لفحص براءات الاختراع بين إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بوزارة التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية سادسا مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة حول السملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة للتطوير العمرانية بعد ذلك استعرض المجلس مذكرة سعادة وزيرة شؤون الشباب بشأن مؤشر تنمية الشباب العالمي الفين وثلاثة وعشرين بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي أولا نتائج المشاركة في اجتماع الدورة مائة وستين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون والاجتماعات المشتركة مع الجمهورية التركية والجمهورية اليمنية ثانيا نتائج المشاركة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS Plus 20 ثالثا المشاركة في أعمال منتدى رؤية الخليج الفين واربعة وعشرين رابعا المشاركة في الاجتماع الثامن للجنة وزراء التربية والتعليم والاجتماع الرابع والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خامسا نتاج الزيارة الرسمية لسعادة وزير الصناعة والتجارة إلى جمهورية روسيا الاتحادية للمشاركة في منتدى سام بيترسبورغ الاقتصادي الدولي ترجمة نانسي قنقر